السلام عليكم طلاب مرحلة رابعة قسم علوم الحاسبات مادة تطبيقات ذكية رح نشرح تعليمة F الصيغة العامة للF F بينقوسيا الشرط بعدها التعليمات بعدها تنتهي بEnd فمثلا إذا كان X تساوي لي 4 نجد للشرط F X تساوي لازم تكون W تساوي للتحقق يساوي وحده مجرد إسناد فإذا كانت X تساوي لي 4 4 إذن تطبع لي مثلا True خلاص فحاليا رح يتحقق من X إذا كانت 4 ينفذ لي هذه التعليمة اللي هي تطبع لي رسالة True فحاليا المفروض يطبع لي True إذا غيرنا قيمة المتغير X مثلا خليناها 6 فبالحالة ما رح يطبع لي أي شيء إذا ردنا نخلي Else إذا كان الشرط خطأ فبالحالة Else This False مثلا رح يختبر الـ X إذا كان يساوي لي 4 يطبع لي هذه التعليمة إذا كان الشرط صحيح أنه يساوي لي الـ X تساوي لي 4 وإلا فاطبع لي False قيمة الـ X هي 6 وشرط عندي هنا إذا كانت قيمة الـ X هي 4 فما رح ينفذ لي هذه التعليمة مباشرة رح ينتقل إلى الـ Else ونفذ لي هذه التعليمة ممكن نستخدم F المتداخلة فمثلا F في الـ X تساوي لي 4 أطبع لي أنه مثلاً 4 Else F هنا أقدر أخلي شرط ثاني مثلاً إذا كانت الـ X تساوي لي 5 أنه قيمة الـ X هي 5 مثلاً Else Disp Error مثلاً تنتهي بـ End بالحالة رح يختبر إذا كانت قيمة الـ X هي 4 فأطبع لي الرسالة اللي هي 4 وإلا إذا كانت قيمة الـ X هي 5 فأطبع لي الرسالة 5 وإلا إذا كانت لا 5 ولا 4 فأطبع لي رسالة Error حالياً مثل ما نشوف قيمة الـ X هي 6 فالمفروض ينفذ لي Error لأن مثل ما نشوفون حالياً طبع لي كلمة Error لأن أجل تحقق هل قيمة الـ X هي 4 لا ينتقل إلى الـ Else F هل قيمة الـ X هي 5 لا بعدها انتقل إلى Else اللي هي طبع لي Error إذا غيرنا قيمة الـ X خلناها 4 فالمفروض أنه يتحقق ويطبع لي أربعة مثل ما نشوف حالياً إذا كانت قيمة الـ X تساوي لي أربعة فأطبع لي الرسالة اللي هي أربعة ومباشرةً ينتقل إلى الـ End لأنه يتحقق الشرط الأول إذا غيرنا قيمة المتغير X وخلناها 5 ننفذ راح يطبع لي 5 لأن إجهة اختبار هل الـ X تساوي أربعة لا ينتقل إلى الـ Else هل الـ X تساوي لي 5 نعم تساوي 5 نفذ لي هذه التعليمة وانتقل إلى الـ End وانهي البرنامج تمام ناخذ هذا مثال مثلاً اختبار العدد الأكبر X تساوي Input Enter Enter X و Y تساوي Input Enter Y بعدها عملية الاختبار طبعاً بالنسبة للـ X وبالنسبة للـ Y راح تكون إدخال في الـ Command Window يعني مو قيم ثابته بعدها نجي ناختبر إذا كانت قيمة الـ X هو أكبر من الـ Y إذن disp أطبع لي قيمة الـ X اللي هو الأكبر وإلا فالأكبر هو الـ Y فأطبع لي الـ Y وبعدها End نفذ حالياً نطلب ما عندي قيمة الـ X اللي هي مثلاً راح أمطيه 6 وقيمة الـ Y اللي هي مثلاً راح أخليه 3 فمثل ما نشوف حالياً طبع لي قيمة الأكبر اللي هي 6 اللي هي قيمة الـ X إذا عدنا تنفيذ البرنامج مرة ثانية وخليت قيمة الـ X مثلاً 4 وقيمة الـ Y مثلاً 7 فبالحالة راح أطبع لي قيمة الـ Y اللي هي 7 لأن هي الأكبر ترجمة نانسي قنقر